في الفيديو النهاردة معنا موقع جديد لربح عملة الدولار هنخش نكسب منه اكتر من اربعمائة دولار كل اربعة وعشرين ساعة نفس الموقع برضو اللي نزل عندنا في الصبح ونفس الموقع اللي هنختار منه الهدايا هتلاقي حضرتك الاسامي موجودة موجودة اخترناها من اسامي الفيديو القديم وبتنزل قدام حضرتك كل واحد فيكم بياخد مسلا اتناشر دولار او باقة مجاني في الموقع نفس الفكرة هتطبع على الموقع ده بنختار خمس اعضاء وبينزلوا في الفيديو الجديد او بينزلوا عندنا في قناة في فكرة الموقع ده بالصحاب زي ما احنا عارفين ربح سريع وربح مغرفة لو هتشارك بيكون على مسيرتك الشخصية احنا هنا بلاش راح تجربتنا الشخصية فكرة الموقع سالس جدا بنشتري باقة والباقة بتربحنا كل اربعة وعشرين ساعة ربح سابتة نشوف كل حاجة الوقت على قناة تكون في المسج تعمل لايك والتعالى اشرح لك بيفتح معك بالصحاب موقع زي كده طبعا تريد التسجيل اسهل مما تدخيل بتسجل بالجيميل او بتسجل برقم تليفون حضرتك بتكون خانة واحدة للجيميل او لرقم تليفونك وبعد كده البصورده وتيجي في الاسفل تقول له سجل حساب جديد انت بمجرد ما بتسجل بتلاقي في تيترا وبتلاقي في جدول كالمعتاد بتشرح لك الموقع شغال ازاي وبشرح لك كل حاجة شغال ازاي ولكن احنا هنا بنتبسط لك كل حاجة فمنساش بقى تعمل لايك يا بالصحاب طيب هتلاقي حضرتك هنا اسعار البقاط ما لكش فيها هتلاقي حضرتك هنا في اربع خنات وعامة الاربع خنات دولة بيكونوا موجودين في كل المواقع سواء كنت تشوفهم دلوقتي او من سنة ونصد رجع للفيديوهات لنفس الخنات يا بالصحاب اللي عايزة هلقول لك بيكون موجود في بس اداع وسحب والمهام ما بيكونش موجود في اي حاجة تاني يا بالصحاب طبعا دي اسعار البقاط وما تشغلش بالك بالصور اللي موجودة خليك انت في الربح على طول هنخش بقى ركز بقى في المهام اللي هنا عشان هتلاقي حضرتك هنا اول مهمة مسلا سعيرها عشرين دولار مكتوب في الموقع بس لو لو جيت تفتحها بيقول لك سعيرها عشرة دولار لان كل واحد بمجرد ما بيسجل بياخد عشرة دولار هتلاح على حسابك حتى لو مش هتشتغل في الموقع بمجرد ما بتسجل بتاخد عشرة دولار بس هتيجي حضرتك هنا تشحن هتلاقي وحضرتك بيخصم لك العشرة دولار يعني ايه هتفهم كل حاجة دلوقتي يا بالصحاب اول بقى مكتوب لك عشرين لو دست عليها يقول لك يبعد عشرة دولار بتخليك تكسب لحد مئتين دولار بس اللي بتسحبه منها بيكون اتنين دولار كل اربعة وعشرين ساعة في المهمة التانية او في البقى التانية بيكون في مهمة سعيرة طبعا سبعين اللي هنا مكتوب تمانين بتخليك تكسب لحد الف وستمية بس اللي انت بتسحبه بيكون ستاشر دولار في اتنين يعني ستاشر دولار اتنين وتلاتين دولار كل اربعة وعشرين ساعة هنا بقى في البقاءات اللي كل ما بتنزل اكتر كل ما بترجع رأس المال مسلا في يوم بويمون نصه والبقى بيكون على ربحك مجاني البقى القولة ممكن هي اللي تطول معك شوية عشان ترجح هي دايما القولة بتكون صعبة عشان كده بيقول حضرتك الربح مغري فلو هتشتغل في الموقع بيكون على مسؤوليتك في الشخصية طبعا في كل مهمة بيكون مكتوب مسلا اربعة هنا تكسب تمانية واربا ستين دولار في اربع مرات انا مسلا هكسب خمس مرات في خمسة وتمانين دولار عاملين كلهم طبعا مسلا اربعمية وحاجة هنشوف دلوقتي مع بعض هتلاح حضرتك هنا عشان مسلا تفتح اي بقى بتدوس عليها بيقول لحضرتك هنا طبعا ابعت الرصيدة على حسب العنوان اللي انت هتشتغل عليه موجود كل العنوان قدام حضرتك بس انا باستخدم عنوان عملة الدولار على شبكة ترون بتكون اسرحهم وبتكون اسهل واحدة فيهم بتاخد العنوان بالشكل ده بمجرد ما بتاخد العنوان حضرتك بسوء يقول لحضرتك مسلا على سبيل المسأل هتبعط الباقية الاولى الباقية التانية الباقية التالتة على حسب ما انت محتاج انت بهم مجرد ما الرصيد يطلع من محفظتك ونخش الموقع هتلاقي الموقع فتح لك الباقية اربعة وعشرين ساعة مش محتاج انك انت تعمل اي حاجة تانية ده فكرة الموقع بتبعط الرصيد الباقية بتتفتح بتخش على المهام وخلاص يا بالصحاب على سبيل المسأل انا عندي هنا خمس مهام بيبقى المسأل رفع كله اربعمية تمانية وعشرين دولار على حسب ما الموقع يفل ممكن بقى خمس تيام عشر تيام عشرين يوم كل يوم هنسحب منه اربعمية تمانية وعشرين دولار في حالتي انا انت في بقتك انت بقى ممكن تكسب اكتر من كده او اقل من كده على حسب الباقية اللي تشتغل عليها بتخش على المهام وتلاقي عضرتك انا طبعا اكتر من مهامة موجود مهام كتير جدا مش عارف ايها عطاني بالدماغ خالي قفلت عليها التكليف والباب شكلنا احنا الاتنين نهاردة هننسلق يا بالصحاب المهم بيكون طبعا خمس مهام بتخلص الخمس مهام ومجرد ما بتكون خلص الخمس مهام اربعة وعشرين ساعة بنزلك نفس المهام من جديد بتطلع عضرتك على الصفحة الرصية او على الصفحة الشخصية بتسحب بقى الرصيد ديبقى الموقع احنا فهمناها لخصولة جوب بتلاقي المهام عندك موجودة سعرها كذا بتفتحها وبتنفس اليوم اللي انت بتفتح فيه بتسحب اول ربح ليك وكل اربعة وعشرين ساعة بتخش تعمل المهام وتسحب نفس الرصيد طيب انا المهام بتاعت عاملة اربعمية تمانية وعشرين دولار ولك كزي انا هتروح على شبكة الدولار على شبكة البي اني بي سمرت وتجيب العنوان في كل المواقع بتكون فيه ثلاث خانات اول خانة بتكتب عايز تسحب قد دي تاني خانة بتكتب العنوان اللي انت هتسحب عليه او بتجيب العنوان اللي تسحب عليه واخر خانة طبعا بيكون البسورد مفيش اي حاجة تاني بتعملها في الموقع واحنا قلنا اكتر من مرة لو هتسحب على نفس المحفظة بتكون المحفظة موجودة معك لاخر الموقع هتسحب تاني يوم هتلاقي المحفظة موجودة عندك مش متاج ان انت تروح تجيبها وتحطها في الموقع على سبيل مثال خط المحفظة دي وحطتها هنا في الموقع وهسحب عليها. تاني يوم مش هحتاجة روح اجابها تاني من الموقع والكلام ده هتلاقي موجود عندك هتكتب بس العدد اللي انت بتسحبه والرصيد وبعد كده بتعمل سحب. يا بالصحاب. طبعا زي ما احنا عارفين الرصيد بيوصل في خلال ما بين ثلاث دايق لحد سبع دايق لو انت بتسحب على منصات زي مثلا بين جي اكس او باينانس او الحاجات دي. لو بتسحب على حافظة خارجية زي مثلا ترست والد بيوصل في نفس الوقت. ولكن انا كلمة وقتات بقول لك ما بين ثلاث دايق لحد سبع دايق. طيب الموقع بنستفاد منه ايه تاني ابو حميد? ما بنستفادش منه تاني غير الناس اللي بتعمل احالات. يعني على سبيل المسال انت هتعمل اكتر من المستوى. وانصحك المستوى بيكون على كل حساب على سبيل المسال في ناس بتخلص البقاء وبترجع رأس مالها. وبتعمل في نفسي حساب بقى من جديد. ما انصحكش بكده. في كل واقع اعمل لك حساب جديد او برقم تليفون جديد. بس يا بس صحابة من دورة البركة على كل حاجة في قناة كوين فري. مستش تعمل الله يكون شوك في جديد على كوين فري.